كنت بقول لحضراتكم طبعا يمكن في البداية أنه ليه بشوف ماتش مونتريه المكسيكي مفتاح البطولة لأنه طبعا هي مواجهة صعبة خصوصا الظروف والمقدمات اللي سبقت المباراة بتقول أنه الأهلي بيمر بظروف معاكسة كتير جدا سواء كانت الغيابات أو سواء كانت الإصابات لكن لو إن شاء الله نجحنا في تجاوز المباراة دي يعني لو دينا نعدي إن شاء الله يوم السبت من مونتريه المكسيكي وأنا شايف أنه حتى رغم الغيابات الأهلي عنده عناصر مؤثرة جدا وتقدر تقوم بالمهم إن شاء الله على أكمل وجه هتبقى مباراة صعبة لكن نحن لها إحنا بتوع الصعب دايما ومسلماني تحديدا كمان بتوع الصعب يعني تتطفق تختلف على كورت الراجل لكن دايما الحقيقة في المناسبات الكبيرة ما فيش بطولة دولية ما حقاش فيها مسلماني إنجاز يعني أخفقاته كانت محلية لكن على مستوى القري سوبر اتنين سوبر دولي أبطال اتنين دولي أبطال كاس عالم برونزية فالرجل دايما في المناسبات الكبيرة حاضر وبصمته واضحة فنتمنى إن شاء الله لو عدنا من مونتريه نقدر نكمل وخصوصا إنه هيرجع لنا عدد كبير جدا من اللعبين نرجع للإستزار دل جاد ونجم طبعا أولمبيك ليونيو المنتخب الأرجنتيني وهداف مونتريه السابق كنت بسألك إنك لعبت قبل كده قدام النادي الأهلي في واحدة من نسخ كاس عالم الأندية وتابعة الأهلي اللي توج أو فاز بالميدالية البرونزية في النسخة الأخيرة من كاس عالم الأندية من وجهة نظر سيزار دل جاد وإيه الفرق بين النسختين من فريق الأهلي حسنا في المونديال السابق وجهت النادي الأهلي وقدمنا مباراة جيدة جدا أمام النادي الأهلي وأعتقد أن القائمة الحالية من النادي الأهلي مختلفة تماما عن القائمة التي وجهناها ولهذا أعتقد أن الأهلي حاليا أقوى بكثير من المباراة السابقة التي كنت متواجد فيها ولهذا أعتقد أن الأهلي أقوى من النسخ السابق من المونديال ولهذا هو استطاع أن يحصد المركز الثالث في النسخة الأخيرة من المونديال ولهذا على فريق منتري أن يكون حذر للغاية لدى مواجهة الأهلي لأنها ستكون مواجهة صعبة الفريق تطور كثيرا على مستوى كرة القدم في كل الأوجه وزهنيا أيضا وعلى مستوى كرة القدم لو كلمت معك عن ملف المحترفين اللي بيلعبوا في صفوف مونتري والأهم والأبرز فيهم من وجهة نظرك اللي ممكن تراهن عليهم طبعا في مواجهة النادي الأهلي في هذه المباراة أعتقد أعتقد أن اللعبين عليهم أن يكون هو اللعب بثرو هو الذي يجب الحذر منه هو اللعب مهاري وقادر على صناعات الفريق للفريق هو اللعب هو اللعب الأهم هو اللعب الأكثر شرصة في الفريق وعلى الأهلي الحذر منه هل أغيب عن مونتري اللعبين بداعي الإصابة؟ يعني المتأكد بينها دوفان فيرجارا ده طبعا الجناح الأيسر ده تأكدنا من إصابته وعدم قدرته على المشاركة في كاس عامل هل في إصابات تانية ممكن تمنع لعيبي مونتري من المشاركة؟ لا أعلم طبيعة الإصابات في الفريق في الفترة الحالية ولكن نعم هناك لعبين هناك لعبين شباب أعتقد أن هناك لعبين شباب وهناك لعبين متمرسين في الفريق يمتلكون الخبرة الكبيرة هناك لعبين عديدين هيكونوا في حالة جيدة وأعتقد أيضا أن فارق التوقيت من الممكن أن يؤثر على اللعبين ولكني أعتقد أن اللعبين سيكونوا في أفضل حالة بنية رغم حالة الإرهاق ولكن علينا الحذر من الأهلي أيضا عليه الحذر من فريق منتري لأنه فريق متمرس أيضا من اللعبين الذين يلعبون في الدرجة الأولى في الدرجة الممتازة وهناك لعبين شباب أيضا في القائمة في موسم الانتقالات الشتوي هل أم فريق أو إدارة منتري بدعم الفريق أي من الصفقات قبل المشاركة في كاس العالم للأندية؟ لا ليست صفقات كثيرة لم نقم بصفقات كثيرة قمنا بتدعيم فقط منطقة الوسط حط الوسط بشكل خاص وبثاره يعرف الفريق جيدا ولكن لم ندعم الفريق بصفقات كثيرة لم تكن هناك لعبين من ممكن من لعبين من أوروبا ولكن أعتقد أن القائمة الحالية هي قائمة متكاملة بتواجد بثاره في خط الوسط ولهذا أعتقد أن الفريق قادر على أن يكون في أفضل شكل ممكن ولكن أعتقد أن الغيابات لن تكون مؤثرة على فريق منتري لأن فريق منتري يبقى فريق كبير وخطير بعيدا عن كل الظروف المحيطة به حاليا سيزار دل جادو نجم المنتخب الأرجنتيني وولمكي الكيوني وهدف طبعا منتري المكسيكي السابق بشكرك شكرا جزيلا على ظهورك مع شاشة النادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله تكون مباراة منتري مفتاحنا لتتويج على الأقل إن شاء الله بإذن الله نحق إنجاز مماثل أو مشابه للإنجازين اللي حققناهم قبل كده وللأ ما نروحش الأبعد ونتجاوز بالمراس ونوصل للمباراة النهائية ما عنديه شك أنه حلم كل الأهلوية حتى اللي مازالوا متمسكين به حتى رغم الظروف الصعب على كل أحوال خلينا نسأل مدفعج النادي الأهلي نجم من أكبر نجوم والأسماء للعبة في تاريخ النادي الأهلي كابتن خالد جدالة هشرفنا في السادسة النهاردة بس تسمحونا نروح لفاصل وبعده نستقبل نجمنا النهاردة كابتن خالد جدالة في السادسة